مرحبا معك جمانة زعبة مثل ما حكيت ساحبة مشروع حكاية حجر اللي انطلق بال2016 وبلش بفكرة وسيطة اللي هي مندل على الحجر اليوم طبعا مبادرة بمبادرة من مقهى ليوين بسوق النصر القديم وبمناسبة شهر المرأة والأم والربيع حبينا نعمل هيك مبادرة أنا ومصممة اكسسوارة عبير شلوفة ومصممة جرافيكا يوسف أبو أحمد حبينا نكون بهاي الفعالية هيك كالناس تيجي تشوف شو عنا شو أعمالنا يتعرفوا علينا الناس اللي بتعرفنا كمان تيجي عشاننا أنا يوسف أبو أحمد من النيت الناصري صاحب مؤسس مشروع ايقونا ايقونا هو مشروع تحفيزة لأصحاب الطموح والأهداف في كل تصميم بيعبر عن جملة تحفيزية معينة وهي الجملة بتعبر عن إشي معين اللي هو الهدف الأساسي لنحفز الشباب ليشتغلوا أكتر على شخصيتهن وعلى طموحات واهدافهن ولأنه بحسب برمجة عكل اللواعي كل ما كررت جملة انتي اللي بتآمن فيها سرعة تحقيقك لحلمك والهدفات بتكون أسرع وطريقة اللي هي جدا ممتازة ومليحة المبادرة هي اليوم هي أولا هي دعم كمان للمصالح التجارية اللي ناشئة كمان هنا وكمان ليوم المرأة ولشهر أذار فإحدى هذا الانضمامنا للمشروع هنا كمان هو بمبادرة ندعم كمان للمرأة المشروع من صناعة الإكسسوارات عندي من الأربعة وتسعين جدا بحب هاي الصنعة وكان عندي محال لمدة 27-25 سنة حاليا اضطرينا نسكره من الإجراء للكورونا بس أنا حبي وشغفي بهاي الأشياء أولا مرة بوقف فعندي كل فترة والتانية بنعمل معرض خاص بالسوق لأنه أنا بنت السوق وبنت الناصري وانتمائلة هاي المحلات جدا بربطني فيها وكتير مهم وضبعا دعم مننا عشان إحياء السوق لأنه أنا كتير بحب هذا الإشي وبحب الكل يجي ويطعم كمان هذا كان دعم مننا وكل المحلات اللي فاتحة بالسوق هنه ناس كتير طيبين اللي بدهن مصلحة البلد وإحنا أكيد لازم دائما نشجعهن فعليته اليوم المزبوط بعرف سامي بعرفين كلنا لأنه أنا بنت الحارة شفته صدفة واقترحت إنه شو رايك وهو كمان رحب بالفكرة دائما بشهر آذار أنا بحب شهر آذار هو شهر اللي كل إشي فيه حلو المرأة والربيع وعيد الأم بحب بهذا الشهر دائما يكون فيه إلنا فعالية خاصة كل سنة تقريبا فيه عندي هذا الإشي مجرد افترحت على سامي هو رحب بالفكرة ورتبنا يكون معنا كمان ناس والحمد لله إن شاء الله يمشي الإشي كيف لازم ونحب نشوف كل أهل الناصري واللي حواليها اليوم وبكرة ترجمة نانسي قنقر